بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حل بعض الأمثلة على طريقة جاكوبي التي هي من الطرق غير المباشرة الآن مثال استخدم طريقة جاكوبي لحل الجملة الخطية التالية طبعا دائما وأبدا قبل بداية الحل يجب التحقق هل شرط جاكوبي محقق لو جينا لهذه الجملة شرط التقارب فيها هل العدد واحد وهو أمثال X1 أكبر من العشرة زائد واحد طبعا الجواب بالنفي وبالتالي فإن هذه الجملة إذا كان عفناها على وضع الحالي ستكون متباعدة والحل في هذه سوف أقوم بعملية تبديل بين الأسطر المعادلات هذه حتى أحصل على أن يكون الشرط الموجود في جاكوبي شرط محقق فلو أعدنا ترتيب الجملة السابقة لو وجدنا أنه إذا بدلنا بين المعادلة الأولى والثانية لحصلنا على هذه الجملة لو جدنا نتحقق هل الأي واحد واحد أكبر من الأي واحد اثنين زائد الأي واحد ثلاثة الجواب نعم لأن الأي واحد واحد هنا هو عشرة هو أكبر من واحد زائد واحد وهنا الأي اثنين اثنين هل هو أكبر من أي اثنين واحد زائد اثنين ثلاثة الجواب نعم لأن الأي اثنين اثنين عشرة أيضا وهو أكبر من واحد زائد واحد هل الأي ثلاثة ثلاثة أكبر من أي ثلاثة واحد زائد اي ثلاثة اثنين الجواب نعم لأن الأي ثلاثة ثلاثة أيضا هو عشرة وهو أكبر من واحد زائد واحد إذن تحققت جميع الشروط للتقرب الموجودة في طريقة جاكوبي إذن معنات الجملة لها حل وبالتالي نقوم في العملية الأخرى ننقل كل هذه المجاهيل إلى الطرف الثاني ونقسم على عشرة ونخرج الـ X1 من هنا إذن فنحصل على الـ X1 ماذا يساوي 1 على عشرة بـ 12 نائس X2 نائس X3 إذن نقلنا الـ X2 والـ X3 إلى الطرف الثاني صار 10 X1 يساوي 12 نائس X2 نائس X3 قسمناها على عشرة أيضا هنا منطلع من هنا X2 أيضا مننقل للطرف الثاني X1 وX3 ونقسم على عشرة إذن هي 1 على عشرة 12 نائس X1 نائس X3 أيضا من هنا منطلع X3 فنحصل على 1 على عشرة بـ 12 نائس X1 نائس X2 إذن بهذا الشكل نكون حلينا هذه المعادلة لأوجدنا X1 وX2 وX3 نركب الآن عداد هنا نركب العداد بالـ K زائد 1 بالخطوة K زائد 1 هم نركبه بالخطوة K وهكذا هنا وهكذا هنا فنحصل على العلاقات التالية طبعا هنا بعدما دخلنا العشرة إلى الداخل القوس وحصلنا على 12 تأسيم 10 هي 1.2 1 على 10 هي 0.1 و1 على 10 هي 0.1 كذلك هنا وهذه الآن نختار أننا في النظرين دائما أبدا نختار الشعاع الابتدائي هو الشعاع الصفري فلو أخذنا الشعاع الصفري هو الشعاع الابتدائي وانطلقنا لإيجاد التقريب الأول عوضنا في المعادلة كلها بأصفار فنحصل على أن الحل الأول هو 1.2 1.2 1.2 لو عوضنا فيه طبعا لو تذكرنا الجملة كانت هي X1 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 X2 X1 F1 X2 X2 F1 X1 F1 X3 x3 F1 F1 F2 F1 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 F2 F2 F1 F1 F3 والإكس ثلاثة طبعا هذا إكس واحد صفر هذا إكس ثلاثة صفر هذا إكس ثلاثة صفر لو عوضنا عن هذه كل ما تساوي اللي حصلنا على هذه المجموعة كلها أصفار اللي طلع معي الشعاع الأول هو واحد فاصلة اثنين بنفس الطريقة الآن للحصول على الشعاع الثاني الإكس ثلاثة نعوض بالإكس واحد واحد والإكس ثلاثة واحد في هذه الجملة إذا حطينا بدنا هون اثنين 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 فهون بنعوض بالواحد واحد 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 وبالتالي نحصل على الشعاع الثاني وهكذا نكرر للحصول على الشعاع الثالث والرابع والخامس وواضح هنا إذا نظرنا إلى فلنرى أن الحل يتقارب من الواحد وبالتالي أستنتج أن الإكس واحد يساوي الإكس الثنين يساوي الإكس الثلاثة يساوي إلى الواحد هذا من جهة من جهة أخرى يمكن أن نصطع لت مثال آخر حلت جملة معادلات وهي جملة ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل بطريقة جاكوبي أولاً نرى أن الأربعة أكبر من واحد زائد واحد صح الخمسة أكبر من واحد زائد اثنين صح الثلاثة أكبر من واحد زائد اثنين طبعاً أكبر من أو تساوي إذن هنا تساوي إذن معنات الشروط كلها محققة إذن وبالتالي يمكن أن أحل هذه باستخدام طريقة جاكوبي ولكن هنا يريد شرطين باستخدام طريقة جاكوبي استعمل التقريب الأول هو أن تأخذ التقريب الأول أن الشعاع الابتدائي هو الشعاع الصفري هذا طلب أول والطلب الثاني أن تأخذ الشعاع الابتدائي هو لما الـ x1 هي نص لما الـ x2 سالب نص ولما الـ x3 يساوي إلى سالب نص نحن نعلم وقلنا هذا الشيء بالدراسة النظرية أنه إذا كانت الشرط محقق فيمكن أن تنطلق من أي شرط أو أي تقريب ابتدائي فإذا هنا عطانا التقريب الأول هو التقريب الصفري والتقريب الثاني يعطاني شعاع إذا هو في كلتا الحالتين أكيد ستكون الجملة متقاربة وهنا يطلب قم بخمسة خطوات إذا يريد فقط خمسة خطوات ننطلق من هنا منطلع الـ x1 ماذا تساوي؟ ننقل هدول للطرف الثاني ونقسم على أربعة ننقل الـ x1 والـ x3 للطرف الثاني ونقسم على خمسة ننقل x1 و2 x2 للطرف الثاني ونقسم على ثلاثة ونركب عدادات لهذه المعادلات فنحصل على العلاقات التالية x1 كا زائد واحد ساوي هذه العلاقة x2 كا زائد واحد ساوي بدلات الـ x الكا والـ x3 تساوي إلى هذه حيث الـ 0-1-2 طبعا هنا يريد خمسة تكرارات إذن فنعود الأولا بالشعاع الصفري لما الكا تساوي الصفر فنحصل على x1-1 x2-1 x3-1 هنا نعود بـ x2-0 x2-0 x2 وهذه ستكون أصفار فنحصل أولا الشي على الشعاع الأول هو 0.25 ضرب 2 واللي هو 0.25 ضرب سالب 6 واللي هو 0.33 ضرب سالب 4 هذا هو الشعاع الأول أو التقريب الأول لدينا النتائج التالية إذن هذا هو الشعاع الصفري الشعاع الابتدائي اللي سنطلق منه التكرار الأول سنعود فيه 0 فنحصل على 2 ضرب 4 هي نصف التكرار الثاني هي 0.2 ضرب سالب 6 هي سالب 1.2 0.33 ضرب سالب 4 هي سالب لأنني سأعود عن هذه الأشياء بـ 0 فحصل على الشعاع الأول الآن أعوض في هذه الأرقام حتى أحصل على التقريب الثاني بنفس طريقة نجد التكرار الثاني هو عبارة عن هذه الأرقام والتكرار الثالث بهذه الأرقام والتكرار الرابع بهذه الأرقام وهكذا إلى أن أصل إلى التكرار الخامس حسب ما هو يريد هذا بالنسبة للطلب الأول الآن ننطلق إلى الطلب الثاني طبعا هنا من المهم أن نذكر أن التكرار هدفه أن تتقارب للقيم الحقيقية للحل طبعا هذا هو الهدف الأساسي واضح أنه هذا يتقارب من الواحد وهذا يتقارب من السالب واحد وهذا يتقارب من السالب واحد إذن هذا طبعا خمس تكرارات الآن ننطلق إلى الطلب الثاني الطلب الثاني عام بيقل شعال ابتدائي أو القيمة الابتدائية الـ X-1 هي النصف والـ X-2 سالب نصف والـ X-3 هي سالب نصف نعوض في الحصول على التكرار نعوض في العلاقة الأولى هنا بنصف وهون بسالب نصف نحصل على هذه العلاقة الآن بالنسبة للتكرار الثاني أيضا نعوض بالـ X-1 بنصف والـ X-3 بسالب نصف وأيضا بالتكرارة لx1 بنص والx2 بسالب نص فنحصل على هذه الأشعة نكرر على هذه الأشعة الآن بنفس طريقة نجد التكرار الثاني ونفس الطريقة نجد التكرار الثالث والتكرار الرابع والتكرار الخامس الآن هذا بكل بساطة الآن يمكن أن أنطلق إلى المثال التالي استخدم المثال الآخر استخدم طريقة جاكوبي لحل جملة المعادلات الخطية وأوجد الحل الصحيح بدقة إلى سلاسة أرقام عشرية إذن هنا يريد سلاسة أرقام عشرية بحسب طريقة جاكوبي قبل البدء بالحل نتأكد فيما إذا كانت شروط التقارب محققة هل الـ 26 أكبر من 2 زائد نعم هل الـ 27 أكبر من 3 زائد 1 نعم هل الـ 17 أكبر من 2 زائد 3 نعم إذن شروط التقارب محققة طبعا إذا لم يعطيني شعاع ابتدائي قلنا نحن ننطرق من الشعاع الصفري من المعادلات الأولى والثاني والثالث نطلع X1 X2 X3 ثم نركب عليها عدادات ثم نختار التقريب الأول هو الشعاع الصفري إذن دائما وبدأ حتى في النظر قال إذا لم يعطينا التقريب ابتدائي فإننا نأخذ بصورة عامة التقريب والابتدائي هو التقريب الصفري وهذا ما فعلنا نعوض صفر في المعادلات فنحصل على X1 1 ما زالتسوي X2 1 ما زالتسوي X3 1 ما زالتسوي فنحصل على التقريب الأول أو التكرار الأول للحصول على التكرار الثاني نأخذ هذه الأرقام ونعوضها هنا مرة ثانية حتى نحصل على التكرار الثاني إذن هذا هو التكرار الأول بنفس الطريقة نجد التكرار الثاني بنفس الطريقة التكرار الثالث بنفس الطريقة التكرار الرابع ولدينا هنا الآن التكرار الخامس بعد ما وصلنا إلى التكرار الرابع لنتحقق هل نتوقف أم لا لأنه يريد بنص المسألة أن نتوقف بعد ثلاثة أرقام عشرية فنوجد حصل طرح أي تكرارين متتاليين فX1 3 مع X1 4 X2 3 مع X2 4 X3 3 مع X3 4 لحصلنا على هذه الأرقام الآن لدينا سلاسة أعداد وراء الفاصلة عبارة عن أصفار 1 2 3 إذن هنا بالنسبة لهذه وبالنسبة لهذه وبالتالي نحتاج إلى تكرار آخر هو التكرار الخامس لماذا؟ لأنه هو طالب مننا أن يكون بعد الفاصل العشرية ثلاثة أرقام بعد الفاصل العشرية فيجب أن يكون ثلاثة أصفار مع العدد الرابع يكون أقل من خمسة ولكن هنا لو وجدنا للاحظنا أنه أحد الأعداد يساوي الخمسة إذن وبالتالي نحتاج إلى تكرار آخر حتى نصل إلى المطلوبة فوجدنا التكرار الخامس الآن نجري عملية التحقق X1 من الخطوة الخامس مع X1 من الخطوة الرابعة X2 من الخامس مع X2 من الرابعة X3 من الخامس مع X3 من الرابعة لو وجدنا هنا هنا ثلاثة أرقام ثلاثة أرقام ثلاثة أرقام والرقم الرابع أقل من خمسة إذن وبالتالي نتوقف عن التكرار في هذه الطريقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته